أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بعشر سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع سقوط جسم متفجر وذلك في الساعة الأولى من صباح اليوم داخل مدينة طابة في محيط السكن الإداري للعاملين بالمستشفى والإسعاف في محافظة جنوب سينة أوضحت الوزارة أن سيارات الإسعاف قامت بنقل ستة مصابين إلى مستشفى طابة المركزية وكانت جميع الإصابات طفيفة وغير مهددة للحياة كذلك غادر المصابون المستشفى بعد طلق العلاج